لم يبقى للشرعيات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدنسي والقصر الرئاسي الذي تحصره قوات تدين بالولاء لقيادات انفصالية تدعمها الإمارات تطور ميداني يظهر الحجم الحقيقي للتفسخ السياسي والعسكري الذي يعاني منه معسكر الشرعية في ضوء تباين الأجندات بين الرياض التي تحتضن الرئيس اليمني وابو ظبي التي تدعم قائد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي فهل أصبح تقسيم اليمن إلى شمالي يسيطر عليه الحوثيون وجنوبي يدور في فلك الامارات مسألة وقت لا أكثر صورة لعبد الرب منصور هادي على مبنى متهالك ذلك ما بقي من أثر لحكومة الشرعية في عدن عروس بحر العربي خاوية وبوضوح تلتقط المايكروفونات نعيق الغربان لا صولة ولا جولة في طرقاتها إلا للانفصاليين يحاصرون قصر الحكومة وكأنه مقر حاكم للاستعمار يريدون طرده يتجولون خيلاء في فوهة ضخمة لبركان خامد سمها الإنجليز كريتر وهم يفخرون بذلك الآن الوضع هنا في كريتر القوات المقاومة الجنوبية وقوات المجلس الانتقالي سيدرت على كريتر كاملة والقصر المعاشيق الآن محاصر في تنسيق بين التحالف وبين الشرعية والمجلس الانتقالي الآن الحكومة موجودة في مغر التحالف من أجل التنسيق خلاص التسليم قصر المعاشيق ما كانوا ليدخلوها لولا انشغال الجيش الوطني في جبهات القتال ضد الحوثيين وما كانوا ليدخلوها لولا دعم الامارات العربية المتحدة ذاك ما يقوله جنود الجيش الوطني خارج قصر معاشيق مقر الحكومة المحاصر حكومة الشرعية تقول انها باقية في عدن باقية ولن تخرج ولن تقسم بلاد العربية السعيدة بعيدا في قاعة ما في العاصمة السعودية يصدر نفي يزيد الشكوك موقف الامارات العربية المتحدة ودول التحالف ثابت راسخ فيما يخص القضية والازمة اليمنية اعتقد اجتماع وزراء الخارجية الاسبوع الماضي هو يمثل وحدة التحالف وموضية التحالف قدما في تحرير كافة الاراضي اليمنية بإذن الله تعالى على ضفاف خليج عدن يسير السكان بهدوء يسبق العاصفة لن يغنوا حبيب سافر الى الشطر الشمالي مرة اخرى ولن يرضوا بمحمية عدن تابعة لأبو ظبي فهم لم يرضوا بها تابعة للندن من قبل في الستوديو معنا الآن الأستاذ علي النعمان المصفري الكاتب الصحفي اليمني وسيكون معنا أيضا من اسطنبول الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والبحث السياسي مرحبا بكم أبدأ معك أستاذ علي هنا في الستوديو مرحبا بك لم يعد واضح أنه لم يعد ما يحصل في عدن لم نعد قادرين على فهم فحقيقة ما يحصل الآن في عدن هل نحن أمام انقلاب على الشرعية من داخل الشرعية في عدن هل هذا ما يحصل؟ لا ليس انقلاب ولا يمكن مقارنة أيضا بالحوثي أبناء الجنوب لديهم مشاكل لديهم حقوق منذ أن وقع الجنوب تحت احتلال يمن في 7 يوليو 1994 وعندما حاول الفاش والحوثي من السيطرة على الجنوب مرة أخرى بعد انقلابهم في 21 سبتمبر 2014 أبناء الجنوب من قاموا بمقاومة هذا الغزو قبل أن يأتي التحالف التحالف العربي عندما قاء قاء بعد فترة بعد شهرين تقريبا أبناء الجنوب لديهم مطالب واضعة خرقوا في صورة سلمية في 23 مليونية وآخرها هذا الفائت يطالبون ماذا؟ يطالبون من هذه الحكومة أن تستغيل فجلها في تأمين أولا خدماتهم ومعيشتهم وإدارة شؤون البلاد والعباد والأمن والاستقرار هذه الحكومة التي تتحدث عنها أستاذة علي هي ما يسمى بالشرعية أن تتحدث عن أبناء الجنوب ومطالبهم ولم تذكر أبدا كلمة الحكومة الشرعية هل هذه المطالب في تضاد مع الشرعية؟ يعني يفترض أنه الآن هناك عدو في الشمال يسيطر على صنعاء هو الحوثيين ومن وراء نتكلم على الشرعية حكومة بندغر مثلا حكومة بندغر هؤلاء فاسدين فسدوا كل الأموال تقريبا 16 مليار لذخة إلى البنك المركزي صارت الآن الدولار 525 ريال صارت حياة الناس طبعا في وضع مضع طيب هل الحل هي الانخراط في مشروع انفصال بدعم من الإمارات؟ هل هذا هو الحل لمشاكل الغلاء والمشاكل الاجتماعية وكل مشاكل التي تحدث عنها؟ نحن نتحدث عن قضية مركزية هذه الاستحقاقات فيما يتعلق بالدولة والذهاب إلى الدولة هذه قررها الشعب مع المجتمع الدولي ولكن هذا هو التوجه الآن الواضح طبعا لدى القضية هذه مرفوعة من 7 يوليو 1994 استعادة الدولة الناس الآن يريدون أن يحققوا الخطوات الأولى هذه الخطوات الأولى للأسرى الشديد لم تسمع الحكومة حتى المجتمع الأقليم والدولي لم يسمعونها وبالتالي الآن عندما قاتل استحقاقات خرقوا الناس بصورة سلمية من الذي قام وقمع المظاهرين هذه الألوية الحماية الرئاسية وهي ألوية تابعة للفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر وبعض الأقنحة المضطرفة داخل حزب الإصلاح عندما وجدت المقاومة القنوبية أن المواطنين الذين خرقوا بشكل سلمي يقمعون ويسقطون قرحها وقتلها قامت بحمايتهم وبالتالي سقطت هذه الألوية واضح طيب لنسأل أستاذ نبيل في إسطنبول إذن ضيفنا يلخص ما يحصل في الجنوب وفي عادن بأنه ليس انقلابا على الشرعية ولكن فعليا هي مطالب أهل الجنوب الذين عانوا الأمرين من هذه الحكومة التي لستستطيع حل أي من مشكلهم مهما كانت بسيطة هذا نوع من التصطيح للقضية واستمرار في قول تزيف حقائق ما حصل في عادن في حصل هو انقلاب مكتمل الأركان هو استكمال المشروع الانقلابي الذي بدأ في صنعه واستمرار لنفس سيناريو مدرسة الضاحية القنوبية التي دربت عيدروس الزبيدي ودربت الميليشيات التابعة له التي اليوم يتم الصرف عليها من الإمارات العربية المتحدة ومن ولاية من إمارات أبوظبي وبالتالي سيظل الأمر نوع من السخرية حينما يتحدث عن مطالب في حكومة ممنوعة مقيدة مرمية هناك ممنوعة من إدارة موانئها ومطاراتها وكل مرافقها تحت سيطرة وإدارة الميليشيات ما تسمى بالحزم الأمني هي التي تدير العدم منذ انسحاب الحوثي منها في صفقة حينها كانت واضحة المعالمة اليوم انكشفت عن بلود هذه الصفقة مسألة ما حصل في عدن أيضا هنا انقلاب شاركت في طيران الإمارات العربية المتحدة وحسمت المعركة لصالح الميليشيات التي دربتها ما تسمى بالحزم الأمني وخرجنا بهذا المشهد الكاركتوري الذي يتحدث عن فساد وعن مطالب حينما تقول سيد نبيل حينما تقول انقلاب مدعوم من الإمارات انقلاب على من لأنه فعليا الإمارات هي جزء من التحالف العربية الداعم للشرعية هل الإمارات تنقلب على نفسها على نفس التحالف التي تشارك فيه إضافة للسعودية طبعا انقلاب على الشرعية اليمنية الشرعية التي تم وضعها رحنة لقامة القبرية في المملكة هذه الحقيقة التي يقب أن تقال هناك إعادة لهندسة للجغرافية اليمنية من قبل التحالف العربي مسمى تحت الحديث عن استعادة الشرعية وهو في حقيقة الأمر ضرب الشرعية اليمنية وتكبيلها وتقييدها عن أداء عن فعاليتها على الأرض وبالتالي إعادة تقسيم اليمن إلى كنتونات لن تقف الشمال شمالا ولن تعود للجنوب جنوبا هناك تحولات وتعقيدات خطيرة ستؤدي إلى إعادة فرز جغرافية جديدة في الواقع لن يتسنى الإنقلابيون في صنعان يحكموا في عدن أن يحكموا الجنوب كله هناك مطالب بفيدراليا في إقليم حضر موت في شبوة في كل المناطق كما أيضا لن يتسنى الإنقلابيون في صنعان يحكموا اليوم هناك أراضي شاسعة تحررات في تعز وفي ماري وفي القوف وبالتالي الإنقلاب مصيره إلى زوال لكن الجميل في هذا الانقلاب أنه كشف حقائق ونوايا ما يسمى بالتحالف العربي وعرواهم وقع لهم أمام اليمنيين أنهم عبارة عن غطاء للميليشيات الإنقلابية سواء التي انقلبت في 21 سبتمبر 2014 سنتحدث عن ما يحفل في هذا التحالف العربي والتباين الواضح بين الأجندتين السعودية التي لا نسمع عنها الآن ولا نسمع شيئا من الرياض وما تقوم به الإمارات ولكن أعود إلى ضيفي هنا في استوديو السيد علي هذا الدعم الإماراتي لما يحصل في الجنوب هل ترونه بريئا وأهدافه تصوب في مصلحة اليمنيين الجنوبيين إن كانت هذه المطالب الأساسية الهدف الاستراتيجي طبعا لعصفة الحزم والأخوة في التحالف عندما جاء ومساعدة المقاومة الآن التحالف كما هو واضح منقسم لا يوجد انقسام هدفه استراتيجي ومنصقي في كل الأمور الآن ضيفك الكريم يتحدث وكأن أبو ظبي هي حاكمة القنوب وكل شيء الأبو ظبي بندغر شخصيا قالها قال أبو ظبي يتحكم عدم بندغر لأنه فاشل لا بد يعمل ردة تفعل عشان مبرر من أنه فشل الأخوة في التحالف العربي لا يمكن أبدا يعملوا أي خطوة إلا بالتنسيق مع الأخوة في المقاومة القنوبية المقاومة القنوبية الاستراتيجي على الأرض وهي الحقيقة الآن الانتصار الوحيد في الساحل الغربي هي المقاومة القنوبية لا يوجد جيش وطني ولا يوجد جماعة الإصلاح اللي قالوا عندهم أربعين ألف جندي يستطيعون أن يسدوا للحوثيين والعفاشيين حينه حربوا كلهم لولا المقاومة القنوبية لما كان عاد بندغر ولا الشرعية ولا عبدالرب منصور ولا الأخوة أيضا ولما عاد يحصرونه يريدون أن يخلقون مبررات عندما وقدوا أن الشعب القنوب في صحوة متكاملة من أنه يريد أن ينتزع قضيته وحقوقه ومن ثم الانتقال إلى الدولة لأنه لا توقع الدولة هل ممكن من هو العاقل الذي لا يمكن أبدا أن يستوعب أنه بدون دولة يمكن أن يربطون القنوب ويعتقلونه مع الحوثي على أنه في وحده والأخوة هاربين في أبوظر أسألك مرة أخرى كل هذه المطالب التي تطالب يعني الموجهة للحكومة التي تقول أنها لا تحقق شيئا من كل هذا هل الدعم الإماراتي لهذا المشروع الجنوبي سيحقق كل هذه المطالب يعني هل هناك تصور فعليا الدعم المشترك ومن دول التحالف مش فقط للجنوب سيدي يعني واضح أن من يقوم الآن بالدعم هو أبوظبي فقط وليس التحالف يعني الطائرات الإماراتية التي تقصف السعودية لم تقل حرفا واحد أولا شهود عيان اللي كانوا موجودين وأنا على تواصل مباشر معهم اللواء دارسعد اللواء مهران القباطي يؤكدون أنه لم تستخدم أبدا الطائرات إطلاقا وأنه التي تستخدمت هي القوات التابعة للقوات المقاومة من يمول عيداروس الزبيدي ما أحد يموله تمويلة تمويلة المال والأسلحة والذخيرة والسيارات المصفقة المقاومة المغتربين القنوبيين هم اللي مولون كل هذه الأموال تجيب من الخارج من القنوبيين المغتربين هم اللي قعلوا القنوبيين يهاجروا من وطنهم شلال 24 سنة هؤلاء الناس كانوا هم حلفاء مع علي عبدالله صالح وعندما وقدوا نفسهم أنهم مختلفين نتيجة للسلطة وعدم تقاسمها بشكل إيجابي لأنه عزلهم علي عبدالله صالح الآن هم يريدون ثاني مرة بعدما فشلوا فيه في الشمال يريدون أن يسيطروا على الجنوب جماعة الإصلاح يريدون أن يسيطروا على الجنوب وثروته وبالتالي الذهاب إلى صنع مرة أخرى الجنوبيون الآن مستحقاق وطني يريدون دولة هذه الدولة يجب أن تبدأ الآن بعادة مؤسسة المطالبة بدولة في الجنوب سيد نبيل بعض الأجهب لم تعجبك رأيتك قبل قليل غير موافق على عدد من النقاط التي طرحها أستاذ علي أصب مغالطات ما يطرعهم مغالطة حينما يتحدث عن تحرير الجنوب الذي حرر الجنوب هم شباب الإصلاح في درجة رأيسية وكان القائد قائد معركة المقاومة القنوبية هو أحد قيادة الإصلاح الأستاذ نايف البكري مهران القباطي اليوم الذي تم ضرب اللواء الحمال الرئاسي الرابع الذي يقوده مهران القباطي تم ضربه بطيران الإمارات هو أحد أهم أركان معركة تحرير الجنوب يقول بأنه شهود عيان في المنطقة يؤكدون أن طائرات إماراتية قصفت عدن الآن طائرات إماراتية هي التي قصفت منطقة اللواء الرابع أو اللواء الحمال الرئاسي الرابع الذي كان فيه الآخر العميد مهران قباطي وبالتالي عندما يتحدث هذه مغالطات أيضا المشروع المجلس القلوبي الانتقالي هو مشروع إماراتي بحث التمويل والإعداد كله إماراتي التدريب والكوادر هي خريق الضاحة القنوبية هؤلاء خريقين مدرسة حزب الله وخريقين مدربين في صعدة ومدربين كلهم تحت تدريب وقيادة الحرس الثوري الإيراني وبالتالي هذه الخلطة المكونة من الإمارات وإيران التي صنعت هذه الورقة وهذه المجموعة أنا باعتقادي لن تصمد أمام حقائق وستتحكش تتحدث عن الإمارات وإيران وحزب الله وكأنهم مجموعين في خندق واحد وقاتلون في اتجاه هدف واحد والواضح على الأرض أنهم أعداء الإمارات وإيران لا تستطيع أن تضعهم في نفس الخندق هو في نفس الخندق وإن قيل غير ذلك كل قيادات ما تسمى بالمجلس القنوبي معظم هذه القيادات التي تح سيطرة عيد روسي الزبيدي هؤلاء تمت تدريبهم في الضاحية الجنوبية على امتداد 2012 و2013 كلهم زاروا الضاحية الجنوبية وكان لهم قنوات تبوت من الضاحية الجنوبية وزاروا يعني الإمارات تتدخل في اليمن لتطرد الحوثيين حلفاء إيران وتأتي بحلفاء إيران في الضاحية الجنوبية وتضعهم في عدن تناقض في السياسة كل شيء معقول الشعار المعلن عن محاربة الحوثيين في حقيقة الأمر المقامة الجنوبية أو ما يسمى عفوا ما يسمى بالمجرس الانتقال القنوبي له علاقات كبيرة اليوم مثلا على سبيل المثال يتم إنشاء معسكرات في القنوب معسكرات تابعة لطارق علي عبدالله صالح طارق صالح وهذا أيضا كان شريك في الانقلاب في صنعه وبالتالي اليوم أيضا عيدنس الزبيدي يصرح على قنوات فرنسا 24 على أنه يدعم طارق عفاش ومعسكرات طارق عفاش في القنوب نحن أمام اشتغال واضح فيما يتعلق بالجامع لكل هذه التناقضات هي الثورة المضادة ضد ثورة 11 فبراير وضد الربيع الديمقراطي الذي أتت به ثورة فبراير وثورة الربيع العربي سيد علي تحدثت كثيرا عن مطالب الجنوبيين ومشروع الدولة والانفصال قد يكون هذا مشروع حسب البعض وبالوعد الآخر هذا غير مشروع ولكن ليست هذه النقطة النقطة هي وكأنه هناك تجاهل تام لما يحصل في الشمال وكأنكم مسلمين بأن الحوثيين أخذوا الشمال صنع أصبحت سيطرتهم وسيطرت إيران ويعني هم وشأنهم ولا شأن لنا أبدا بما يقع في الشمال يعني أنتم كل همكم الآن هو تحقيق الاستقلال في الجنوب سيد كريم من بداية المقاومة الجنوبية وقوات المقاومة الجنوبية قالت بالحرف الواحد نحن شركاء حقيقيون مع الأخوة في التحالف العربي من أجل قطع المشروع الإيراني من اليمن بشكل عام وبالتالي الذهاب لاستحقاؤات بعد تحرير اليمن كاملة من الميليشيات الآن أمتزج الدم القنوبي مع الدم الإماراتي والسعودي مع جمعة التحالف أيضا والأخوة هتلي قلوا كم منكم شهيد خلال الفترة الماضية لازالوا ثلاث سنوات في مماكن محددة فرضت نهم مأرب وفي تعز وفي مناطق أخرى مختلفة أنا أريد منهم يقول أهم زعماء المقاومة يقولهم من الإصلاح ما في يا أستاذي ما في تبكر الأسماق ما في كانوا مجموعة قليلة هم من السلف اللي موجودين ضمن إطار الإصلاح أما الآخرين اللي هم جماعتهم موجودين جماعة تعز هؤلاء للأسف الشديد هم فقط يتحدثون ويسيحون الآن في الرياض وفي أسطنبول الشعب القنوبي هو على الأرض الآن ينتزع حقوقه وأكدوا أيضا في المقاومة من أنهم شركاء وسيستمرون مع الأخوة في التحالف وقالوا أنه سيمدون العون لمساعدة الأخوة في المقاومة الشعبية هناك بإجتثاث الحوثي وبالتالي تسويت الوضع في صنعه وفقا لإرادة الأخوة في الشمال أما الجنوب فهناك أيضا إرادة شعبية وهذه الإرادة الشعبية هي التي كانت فتحت المجال للأخوة في التحالف العربي وما لم ذلك كان يمكن أيضا في وقت سابق منذ ثلاث سنوات قد ربما أيضا بعض القوات الإيرانية قد وصلت إلى مناطق أخرى في القزيرة فلهذا المشروع الإيراني هذه التفقات المبرر كيف يمكن أن الدول التحالف السعودية والإمارات تدعم اليمن وتدعم المقاومة الجنوبية وفي نفس الوقت يكون الجنوبيون أيضا حلفاء لإيران وكان أقض الراهب أستاذ نبيل لم أسألك عن السعودية لم نسمع تعليقا واحدا على ما يحصل الآن في عدم كل التطورات الخطيرة الأخيرة في عدم من السعودية هل هو تواطئ أم ضعف أم عدم رغبة في التدخل لم أنها سلمت الملف اليمني كله الآن لأبو ظبي يبدو أن هناك انكفاء سعودي نتيجة للأصراع الداخلية في إطار الأصراع الحاكمة في المملكة ويبدو أن الملف اليمني أصبح إماراتيا وأصبح هناك نوع من عدم القدرة على إدارة الملف هناك فراغ كبير هذا الفرق تمددت في الإمارات وأصبحت هي اليد الأولى في جنوب اليمن وهي التي تحتل الموانئ وتعطل الموانئ والمطارات وتستولي على جزر وتنشئ قواعد عسكرية في هذه الجزر نحن أمام حقائق خطيرة اليوم نحن أمام عملية احتلال واضح للجزر اليمنية والموانئ اليمنية ثلاث سنوات تم تعطيل الموانئ اليمنية والمطارات لا تدخل حتى سفينة واحدة إلى عدن وكل ذلك من أجل أن يظل ميناء دبي يعمل في ميناء عدن الذي هو أهم موانئ العالمية معطل في هذه المرحلة وبالتالي ما يحصل هو مقايضة يعني تحويل عدن إلى تابع للإمارات وتعطيل اليمن وهذه الجغرافية شكرا جزيلا لك في إطار ما يسمى تحت مسمى ما يسمى بالحركة الجنوبية والحركة الانفصالية نبيل البكيري المحلل السياسي اليمنى من إسطنبول شكرا جزيلا لك هنا في السوديو أيضا شكرا لأستاذ علي نعمان المصفري الكاتب والصحفي اليمني فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود